بي كابلز اليوم دكتور رئالين الحسين عسف موجودة معنا اختصاصية بعلم النفس استاذي جامعية نحكي اليوم عن أهمية الشراكة بقلب العيلة بينها ثنائي اللي هو عمد العيلة الأساسة وكيف بيقدر يكونوا عم بيحافظوا على حياتهم المشتركة بهذه الظروف الصعبة كتير بهذه الأيام موجود موجود كاتيا اليوم نحن بالأصل بدون كل هالمصايب اللي نحن فيها فينا نقول الكابل بيتعرض لكتير من الظروف مراحل ومحطات كتير بالحياة اليوم بالإضافة لهودي وبالإضافة لهوني وبنا نحافظ على العلاقة وبنا نحافظ عليها كمان بكل هالتحديات اللي نحن موجودين فيها نحن دايما وضع خاص يعني السناء العائلة دايما بينعمل علينا دراسات كتير قوية ودايما منشوف يعني المحللين النفسنيين المش اللبنانية بيرجعوا لنا لأنه نحن أصعب شي عم نقطع شيء منشوف أنه اليوم السناء هو بده يكون فيه دايما هالقوة اللي عم بتعمر والسوق الحاز نحن على أرضية فيها كتير دمار فيها كتير عناصر اكتئاب يعني قطعت الكهرباء بحد زيتها هالعتمة هي عامل السواد الإشياء السوداء هي عامل اكتئاب منشوفها ما فيه شمس ما فيه دوم ما فيه الطريقة اللي كان يتسلى فيها السناءة يمكن كيف يستقبل أصحابه ادي يسافر كيف يهدي بعضه كل هالإشياء تغيرت كمانا كيف كان يتسلى كيف كان يروق كيف كان يقضي العطل طبعه كمانا تغيرت وطبعا فيه الاسترس اليومي اللي كيف يده يأمن المعيشة المدرسة مستقبل المراهق مستقبل الولاد كله عجقة السير عدم عجقة السير البنزين كل هول العوامل عم بيخلي نسبة الاحتمال عند الشخص أول شي صغيرة عند السناءة صغيرة فضروري نشوف اليوم كيف بدنا نقوي هالنباضات الحياة عند السناءة على هالأرضية اللي فيها كتير دمار واكتئاب غير الاكتئاب يعني غير استرس والقلق على المستقبل يلي ما أنه أبدا واضح كمان يعني شو ما كان هالمستقبل الأفق ما فيه أفق يعني بفرجينا الاكتئاب إدي موجود ما فيه أفق ما فيه أحلام ما قادر الإنسان يخطط يخطط لقدام فكل واحد لحاله هو عرضة الاكتئاب هلأ العلاقة كمان عرضة الاكتئاب أكيد هي لأنه الوقت نحكي عن علاقة هي الرجل المرأة والعلاقة يعني فيه ثلاثة كأنه بيه هالشي اللي عم نحكي عنه بس طبعا الحب أما العلاقة ما فيه علاقة إديال أما بارفات هي تصال للكمال وإذا وصلت للكمال بتصير منها حلوة بركة حلوة تقطع بأبس أنت داون أوقات حلوة أوقات من بعد مخينقة أكيد ما هيكون فيها كتير عدوانية المخينقة بس من بعدها بيصير فيه أما الفراء أوقات بيصير فيه اشتياء يعني دايما منشوف أنه هالعلاقة ما فيه رسات لنقول هيد العلاقة الكاملة مش ضروري يكون مظبوطة مظبوطة وهي منع علم يعني الحب منه حتى علم دقيق كل حدا بيحدد كيف بده يحب التاني وكيف نحب إلى آخره منشوف أنه من أكتر إشياء إذا بدنا نعبي نحكي عن ريزيرفوار عاطفة يعني كتير بحبها العبارة هي كل شخص عنده مثل ريزيرفوار عاطفة ولازم يكتشف كيف بده يملل ريزيرفوار العاطفة عنده وعند الشريك كمان وهذا ريزيرفوار العاطفة ببلش من سفر النهارة عندنا مع الرضيع أمه وبيه خاصة الأم كيف عبطلو إياه بالكلمات بالتوشي باللمس بالانتباه بالأغاني أما العكس تماما فاضي كان أما كتير فايد يعني الفايد كتير اللي بيخنق أما الكتير فاضي نحنا موجودين بذات المطرح منو تملاي مظبوطة لهالريزيرفوار العاطفة حسب كل واحد ريزيرفوار العاطفة كيف بيمتلى كيف بحب أنه يمتلى فيه ناس بتحب يمكن الكلمات الحلوة فيه ناس يمكن بتحب بهدية بمفاجأة بسفرة اللي عم بيقولك يعني هلأ في دي كوبل تغيرت كيف أنه بيراضوا بعضهم حقا ديناميكية مختلفة مظبوط ضروري نشوف كيف أنه نعبه كيف بتعبه هالريزيرفوار بس يعني هلأ بدوا يرجعوا يبلشوا من أول وجديد فكروا ببلان جديد ببلان جديد يعني تأقلم هيدا الإنسان الزكي اللي بيلاقي حلول والسناء الزكي اللي بيلاقي حلول حسب وشوف شو الأهم مظبوط وشوف شو المهم وشو الأهم مظبوط مظبوط ألر وبتعرف كاتشا بالسناء يعني اللي بشوفه كمانا بالعمل وقتها بلتقى بالسناء فيه إشي صغيرة هي اللي بتخلي بتعطي البونار يعني صحيح فيه ديقة اقتصادية وتغيير يمكن بالشخص كيف عم يتسلى والسناء كيف عم ينبسط بس لازم ينبش على أشياء صغيرة يمكن للشخص والسناء كيف بيقدروا ينبسطوا وهوني بدي أحكي أنه بهالريزيرفور العاطفة أول عامل هو كتير ضروري الصداقة تكون مبنية عند بيه هيدا السناء يعني أوقات الحب بيطلع بينزل الرغبة الجنسية بتطلع بتنزل حسب استرس كمانا اليومي بس وقتها فيه صداقة بيعرف يتسلى هالسناء يعني أوقات هيدا الوقت كيف يقضي وقته مع بعضه عنده مثل طقوس معينة ريتيال معين بيشرب قوي مع بعضه بيتدحك بيفهم على بعضه عنده لغة معينة مع بعضه نكت معينة فيه إشياء صغيرة يمكن بينبسطوا يعملوها مع بعضه بيحلموا مع بعضه حتى كيف طريقة بيتخانقوا بيتصالحوا هيدا كأنه هيدا بدنا نكون عنا أرضية صداقة هاي ما منعمرة هلأ هاي تعمريت مع الوقت نشوف كيف نحافظ عليها هلأ كيف نحافظ عليها وكيف بدنا نقويها ونعطيها نكهة حلوة تاني شغلة هي إذا بدي أحكي عن يعني هيدا لمماء يعني كيف بدنا نعزز الوقت الحلو بإشياء بسيطة بس لازم نخلي فيه وقت لبعضنا كمانا ما خصوا بالعيلة عم نحكي عم نحكي سنائة يعني فيه وقت للعيلة بس لازم يضل كمانا الولد بحب يشوف أنه أمه وبيه فيه سنائة ما بيقدر دايما أنه يخرقوا تاني شغلة فيه بعتقد هون بهذه النقطة بيرتاح الولد أنه يشوف أنه مش هو اللي بده يهتم بالأم ولا مش هو اللي بده يهتم بالبيه إنهم هتمين ببعضهم ما بده يسل للأم ولا يسل البيه يعني بتنزل عن اكتقاب مية بالمية وهذا بده زكى عند الأهل كمانا تاني شغلة هي أوقات مننسى بالسنائة أنه لازم هالرزيرفور العاطفي يمتلى بكلمات وكلمات فالوغيزانت يعني تأول آخر خاصة إذا بده نشوف المرأة للرجل كيف تتأول يعني أول شيء تحسسه أنه هو مفيد أنه هو عمله وجوده بالعائلة وجوده بالسنائة مفيد شغله مهم أنه هو شاطر يعني فيه إشياء أنه هو مهم بحياته فيه إشياء يمكن نسمع أنه ما بيعرفها هو دجا لا لو بيعرفها لازم تنحط بكلمات بين السنائة دمام الرجل لازم كمانا يعبي هالرزيرفور العاطفي للمرأة بكلمات كمانا لو بتعرفها أنه اشتقلة أنه بحبها أنه هي مهمة بالنسبة له أنه هي حلوة هي زكية هي أم صالحة هالأشياء حلوة أنه تنقال بتعطي بوست بتعطي هالتقدير هالسقب الآخر بحسس أنه أنا موجودة فأزا موجودة بالنسبة أخر بيصير هون فيه موتيفاسيون أكتر للشخص أنه يقوي دوره بيها العيلة تالت شغلة عامل المفاجأة كمانا لو شو ما كان الشخص بحب هيك يتفاجأ لأنه هو بحس أنه هو موجود بزهنية الشريك يمكن عشاء غير محضر يمكن كادو صغير يمكن مساج أوقات تكستيام مساج بدون فجأة بيطلع هيك قلب يعني فيه أشياء كمان عامل المفاجأة بيكسر المونوتوني اللي بتزهق أما بتخطير أنا بقول السنائة أوقاتها المونوتوني كما أنه لوتوشي اللمس قبل ما أوصل على الحياة الجنسية لوتوشي هي مثل إبيس مثل بهارات للعلاقة يعني ضروري الغمرة ضروري منقول أنه 30 ثانية غمرة بتطلع كتير الطاقة الإيجابية البياناتر عند الشخص هيدا الدراسات بتفرجين إياها فضروري هالتوشي هو ضروري عم نشوف قدي هالريزرفوار العاطفة بيشبه الراضيع كيف عاش كمان مع الأمه بأوائل كمان أشهر كما أنه الحياة الجنسية هلأ ما فينا ما نشوف أنه بسترس بالوضع الاسترسان بالضيئة المادية خاصة عند الرجل هو كان معوض أنه المال هو عنصر أساسي لقوته للبووار طبعه لانجزاب يمكن في كتير كوبليت بتنمشي هيك المرأة بتنجزب بالرجل القوي بالرجل معه ما صاري يعني يمكن صار الرجل ما عم بيطلع قد المرة وشو ما كانت الديناميكية أما تركيبة السنائية دراسات بتفرج أنه الرجل دايما عنده ضرورة أنه عنده هو مركز الأمن الاقتصادي مظبوط لأنه هيدا اللي بتعطي القوة والسلطة المال يعني فالحياة الجنسية عم نشوف بهالوضع إذا بدنا نشوف شوية على صعيد العمل الوقت بستقبل سنائة عم تهزهز الحياة الجنسية الشخص كتير عم بيفكر كتير عنده مسؤوليات فبلاق دايما أنه الحياة الجنسية لازم السنائة يعمل بلان لها ويحكي عنها فيه أشياء يمكن ما بتنحك بتجرح الآخر كتير بس بتنحك بطريقة كيف الشخص يمكن بيفضل أما كيف لازم يعمره أما يجدده بحياتهم الجنسية لأن الحياة الجنسية هي كمان قوة كتير عمود أساسي يظهر الشخص كمان من الاكتئاب واكتئاب السنائة كمان ونحس الشخص أنه مرغوب بكل الأحوال جنسيا ولا غير جنسيا حكينا عن الأمن الاقتصادي اللي كتير مهم ويلي مهزوز كليا بهذا الوقت إن كان بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة يعني العائلكة كل يوم أمنة مهزوز وكنت عم تقولي أنه أجمالا الرجل بيعتبر حاله هو مسؤول عن الأمن الاقتصادي لو كانت المرأة عم تشتغل وبلك عم تطلع أكتر بس كأنه هو مسؤول بالنهاية بحب يحس أنه هو مسؤول عن الأمن الاقتصادي يعني اليوم عوامل اكتئاب كتير عند الرجل يعني يمكن عند اتنين بس أنه بعد أكتر عند الرجل طبعا يعني أول شغلة وقتها بتعرفي على رجل بالمقال واللا مقال بتسألي شو بتشتغل وتحتها في هال شو بتشتغل يعني كأنه إذا أنت شاطر طبعا مؤدر بعملك وإذا بتطلع مصاري يعني صار كأنه هو هويته اللي بيعرف عليها هي إذا هو عم بيطلع مصاري طبعا الشخص اللي مش عم يقدر يكون منتج هو عم بيحس بالاكتئاب وخاصة بهال ديناميكية بين الرجل والمرأة في بدنا نشوف رمزية رمزية المصاري لكل شخص كمان تاريخ المصاري عند كل شخص كان الرجل أما المرأة إذا كانت عامل ألأ أما عامل حماية في عيال من وراء المصاري ما بيحكوا بقى مع بعضهم المصاري بيكون بيفوت بالأمار أما المصاري هي مسببة للمخينئات أما للألأ للإكتئاب للعدوينية وفي ناس وفي ناس مهمة بالنسبة لألون مصاري بس بيبقى إذا يعني بس تحتالي العائلة تحس بأمان معين في رمزية والمصاري أوقات بالكوب كأنه فيه أوقات عندها رمزية إنه إذا ما فيه مصاري ما بينعجب الشخص بالآخر مش ناكة فيه مثلا منقول بلبنين أما ببلدين معين إنه مثلا البنات بهالبلد بتحب الرجل المعنى مصاري هذي اللاواعي المشترك كمان موجودة أما فيه أوقات مثل أتريبو صفة للبنة منقول هي شجر دادي الصارد ما عندها اسم كأنه يعني كأنه السناء كيف هو صار مع بعضه من وراء فيه مصاري ما فيه مصاري اتأسس بعدم موجود المصاري نعم نوع من العلاقات أما النوع الثاني هو نوعه التزام بالآخر كل يعني ما العلاقة لا الأوضاع ولا المصاري ولا أي شي بس ما هيدا وكله نحن عايشين بزروف كتير صعبة أكيد يعني كل واحد لحاله ممكن يكون عنده اكتئاب رح يستوعبه الشريك أو ما رح يستوعبه الشريك مشيري هيك وقتها بدنا نشوف أو رح ياخده شخصية شخصية يعني الموضوع مزبوط كاتيا لهذا السبب يعني هلأ كتير أنا بدعي يعني الصنائة وقتها بيصير فيه أي مشكل كمانا بين اتنين يمكن وقاط الشخص بيكون عم بعيد على الشريك بس هو عم بعيد على حاله لأنه هو مش مرتاح محاله يمكن الغضب بأوقات بيترجم فيه تحته كتير حاجة حاجة إنه ينفهم حاجة إنه ينغمر حاجة إنه يعني فيه أوقات المشكل بده كتير نضوج خاصة بها الأحوال اللي عم نقطع فيها لأنه هون ادي فيه صداءة بين السنائة ادي شخص بيستوعب الآخر وبيعرف ادي بيعرفه مني بيعرفه هذه المسامحة أما مش لازم نكب كل الشيء المنيح اللي صار بالسنين القبل بأوقات غلطة معينة يعني السناء الأول اللي بدوم اللي هو اللي بينبط بقوة الحياة ضروري إنه يشوف دايما الشغلة المنيحة عند الآخر ومثل ما قلتلك يحكي عنا يشكر الآخر يتعلم يشكر الآخر إنه مرسي لأنه عملت هيك مرسي لأنه أنت قسرت هيك مع الولاد إشي بسيطة بسيطة جدا بكلمة أوقات بتغير المعادلة وحتى بكلمة أما بابتسامة بتنفس الغضب والعدوينية الموجود والأرضية نحن الموجودين عليها كمان دايما منقول عامل اللي موغ النكتي هي بتطر بتطر دايما الاشياء الصعب اللي عم نقطع فيها بيبقى أنه قد ما يكونوا يعني الشركين قدرين يتفهموا مع بعضهم قدرين يسندوا بعضهم بهذه الظروف ممكن بوقت من الأوقات بأحوالنا هيدا يكون في شخص منهم بحاجة لمساعدة خارجية طبعا وهم بدوا يتقبل الكوبل اثنينتهم بدوا يتقبلوا هيدا الشيء طبعا وهلأ عم نشهد كتير عم بيجي أوقات الكوبل أكتر من قبل أكتر من غير أيام أكتر من غير سنين عم نشوف قد الكوبل عم يجي صار فيه وعي أنه لا في شيء أول شيء على صعيد الحوار مع بعضنا ما عم يظبط لازم ولازم يمكن نكتشف بحالنا إشياء عم بتكون جاب هلأ بالوضع يعني هلأ نحن على أرضية ضعيفة عم نتهزهز الشخص اللي منه قوي كتير من جوه وعنده هو الإشوز تابعه الجاب تابعه هم كأنه تنفلش بقى هلأ يعني ضروري إذا الكوبل ما قدر أنه يتعاطى مع بعضه ويوصل لحل أكيد أصبت ما نفوت الجار والجارة والست أكيد لا الزهايب عند حدا حيادة هو الحل بهذه الأوقات وأوقات الصوناء ما بيقبل بس وقتها شخص بيشتغل على حاله كل الديناميكية بتتغير مش ضروري يعني الكوبل هو يكون عم بيتوجه للمساعدة فيه شخص يكون عم بيتوجه للمساعدة وتوضح لأله وقتها الشخص مظبوط وتوضح لأله بيفهم أكتر من وراء شغله على حاله كيف شو عم بيصير مع الشريك وكأنه هيك بتنفس هالي يمكن العدونية الكباش الموجود بين الصوناء قديت ديبريشن عم تكتر بهذه الظروف وطبعا كمان رح ترجع تأثر على علاقة كثير كثير يعني نحنا يمكن من أكتر بلدين نسبة الاكتئاب والقلق وبسرعة والإنسومنية يعني الناس ما عم تقدر اتمام كمانا بتوعى ساعة ثلاثة وخلص طلعى الضوء طلعى الضوء على العتمة كمانا أنا ما في ضوء كمان وما في أدوية يعني كمانا ما تنسي أنه الشخص اللي عنده اكتئاب عم بيزيد الاكتئاب لأنه مش دايما عم تتوفر الأدوية ضد الاكتئاب ضد الزوهين ضد القلق يعني هو بيقلق أنه طب معي أنا هالشي اللي بقدر هالدواء يمكن ما يكون كمانا موجود معي قدر اوصل له اليوم مش قدر اوصل له بكرة مش بس بالصنائم دايما نحكي عنه بقلايف عند المراهق حتى عند الولد عم نشوف نسبة اكتئاب كمانا ما كنا ولا سنين عم نشوفها هالقدي وهون قد أهمية أنه الصنائي يكون عم بيعالج هالعلاقة لحتى لي ما تنتقل لبقية العيلة وللولاد هو كلمة هن قوية يعني نحنا دايما منقول أنه أحلى شي عند الولد يشوف أمه وبيه بحبه بعضهم وهن بصداقة مع بعضهم وكلمة هن الشخص مرتاح مع حال ومرتاح مع الشريك الحب عم يقطع بطريقة مظبوطة حتى الحياة الجنسية ما فيها فلسترسون كل ما هالشخص أم أمه كبي عم يلعب وظيفته مظبوط مع الولاد كمانا يعني نصائح أخيرة بهذه الظروف يلي مش واضحة أبدا كمان عدم الوضوح وعدم وضوح الرؤية كتير بيأثر على الأشخاص ما ننسى أنه عم نحكي عن أهل يعني عندهم مسؤوليات كتير كبيرة بدون نخططه لمستقبل ولادهم بدون نخططه لشيخوختهم يعني كل هيدا التخطيط اليوم مش موجود مجبورين نعيش اللحظة هيدا مظبوط اللحظة هيدا ما في عنا غير حال ونعملها بالطريقة الأحلى قدمة فينا كل كوب اللي عنده الرسات طبعه ينبش على الأوقات يخلي في وقت لو صغير للسنائة وبهيضا الوقت يمكن ما يستعمل السليلير ولا يحكي يمكن عن الأشياء السياسية ولا عن الأشياء اللي بتزعل يحكوا عن بعضهم يتدحكوا مع بعضهم يتعلموا يتدحكوا مع بعضهم أهلا وسهلا فيك دكتور عيني الحسين يا عساف شكرا نارسي لقلب لهذه الصبحية الحلوية اللي يعني لكل بحاجة أنه يكونوا عم بيمتنوا علاقاتهم ممكن علاقات يعني مع الشريك مع شريكه ولا أهل مع ولادهم ولا الأصدقاء بين بعضهم اليوم اللي اتبع عادة العلاقات كتير ولا حتى بقلب العمل العلاقات شغلة كتير مهمة أنه نكون عم نعمل مينتنس زافينا والصيانة دائمة شكرا